السلام عليكم معكم دكتور سيدة محمود إريطم النهاردة عن نتكلم عن مشكلة كبيرة بتواجهها أمهات كتير مع أبنائها اللي هي الأمل والسبان الأمل والسبان مشكلة كبيرة بتواجهها الأمهات مع الأطفال وخصوصا مع البنات إن البنات بيكون شعرهم كسيف وبيكون طويل فبيكون فرصة كبيرة للأمل والسبان إنه يتكون في الشعر طبعا احنا في المدارس والأولاء الأبهات الأمهات بيودوا أطفال المدارس والحضانة والأطفال بيلعبوا دايما في الطراب وبيستعملوا أدوات بعضه ده وبيستعملوا الأمشاب بتاعت بعضه ده بقى فرصة أكبر إن العدوة الأمل والسبان تتنقل بسهولة جدا إن عشان كده النهاردة جدنا لكم أقوى دواء للتخلص والقضاء على الأمل والسبان في الشعر معانا ليسي ريسترسيون زي ما حشيته ليسي ريسترسيون هتلاقي مكتوب عليه ليسيون موضع العلاج الأملة لو فتحنا العلبة عليها علبة الليسيون صغيرة كده زي ما حدر جانتكم شايفين آهو آهو ليسي ريسترسيون ده عبارة عن مادة البيريفرين ومادة بيبرونايل بيوتوكساين اللي بيستعملوا في القضاء على الأمل والسبان بطريقة فعالة وبما إن طبعا عندنا معظم المنتجات اللي بتعالج الأمل والسبان اللي في السوق المصري نقصة حيات زي الإفارزين زي الليسيد وحاجات تانية كتير فالليسي ريستو هو البديل الفعال والمتميز اللي بيعالج الأمل والسبان بسرعة كبيرة جدا طيب استعمالوا إزاي يا دكتور؟ أول حاجة هو بيستعمل من عمر سنتين في أكتر الطفل من عمر سنتين في أكتر استعمالوا أمان لي خالص طيب ناخد غطة واحد كده من الإزازة ومنحطه على فروة الشعر والشعر وندلج به الشعر وفروة الشعر ونسيبه بس على الفروة والشعر حوالي عشر دقايق وبعد كده نخسله بشامبو كويس جدا والنشيف كويس ونجيب بعد كده مشت مخصص للأملة عشان الأم تعرف تسرح الشعر كويس وتتخلص من الأملة في كيس بلاستيك صغير كده وتبعده طبعا عن أي حد عشان العدوة النملة ما تنتقلش تاني طيب استمر على العلاج بالليسيون ده أديها دكتور من سبعة لعشر تيام يعني كل يوم مثلا عنيج نبتدوا البرنامج بتاعنا ازاي ان احنا عنجيب غطأ ونحطه على فروة الشعر والشعر كل يوم بالليل تمام وندلج بالشعر ونسيبه عشر دقايق على فروة الشعر وبعد كده نخسله بشامبو طب كويس نخسله بشامبو طب كويس والنشيف كويس وبعد كده نسرح بالمشت المخصص للأملة تمام كده نقد إيه سبعة لعشر تيام وإن شاء الله عاتخلصي من الأمل بطريقة فعالة الليسيون ده بيجيب نتائج متميزة جدا 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 وطبعا أهم حاجة أنا عايز أتكلم فيها إن الاهتمام بالنظافة الشخصية وممنوع الأطفال يستعملوا أدوات بعض وممنوع المشت أو الفرشة تتنقل من طفل تاني أو من حتى من طفل حد كبير من تاني لأن برضو ممكن الأملة والسباندة يصيب الكبير وبرضو عن استخدم نفس الاستخدام اللي استخدمناه في الأطفال برضو لمدة سبعة لعشر تيام عشان كده لازم اهتمام بالنظافة الشخصية وممنوع استعمال الأدوات الشخصية بتاعة الطفل أو الشخص المصاب بالأمل لحد تاني سليم يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم